موسيقى مع جهود الحكومة أن تحقق نجاح في تحقيق العدالة وحماية الفقارة ومحدود الدخل من تباعات الإصلاح أو الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ورغم كل التحديات والجائحة التي تكتاح العالم يبقى المواطن هو الشغل الشاغل لرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقول في كل مناسبة أنه لن يهدأ حتى تحقق حلم المواطن المصري في حياة كريمة ومعيشة ميسورة وتطقى كل المشروعات العملاقة والإنجازات اليومية هدفها الأهم هو تيسير سبل الحياة الكريمة للمواطنين خاصة ذوي الدخول المحدودة حول جهود الدولة في تحسين سبل المعيشة للمواطن بالدور حلقة النهاردة مع ضيفي في الأستوديو الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصاد من هنا دكتور أيمن وحمد الله على السلام خلينا نطلع تأرير بعد هذا التقرير نفتح هذا الملف فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في جانب الحماية الاجتماعية لمحدود الدخل فابقوا معنا تحرس الدولة على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين كافة وقد امتدت الجهود الوطنية لتشمل إطلاق الكثير من المبادرة التي تصب في صالح المواطن مثل مبادرة حياة كريمة والتي أعطت مثالا إيجابيا يحتدى به في حق المواطنين في الحصول على اعتمار التنمية بشكل متكافئ عبر تحسين جودة حياة أكثر من 60% من المصريين في نموذج مثالي للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وكذلك مبادرة تكافل وكرامة ومئة مليون صحة التي تهدف جميعها إلى تحسين جودة حياة الشعب المصري واحترام كرامته الإنسانية والوفاء باحتياجاته الأساسية وتوفير الحماية الاجتماعية له وفي هذا الإطار ينحاز الرئيس عبدالفتاح سيسي دائما وبشكل عملي إلى محدود الدخل من موظف الدولة عبر قراراته الاستثنائية لتحسين مستوى معيشتهم وفي أحدث تلك القرارات وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 13% إلى 2700 جنيه من 2400 جنيه حاليا وكذلك إقرار علاوتين بتكلفة 8 مليارات جنيه للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لكل الموظفين بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه واستهداف تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات بالطبع فإن تلك القرارات من شأنها أن تعزز من مفهوم العدالة الاجتماعية وتؤكد على دعم الدولة ومساندتها للفئات الأصحاب الدخول المنقفضة خاصة وأنها تخص جميع العاملين بالدولة كما أنها تأتي في سياق مساعي الدولة لامتصاص موجة التضخم التي تكتاح العالم بعد جائحة فيروس كورونا كما تعمل الدولة على تحسين مستوى المعيشة والخدمات للمواطن من خلال ضخ استثمارات جديدة وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل وتوصيل خطوط المياه والصرف الصحي لكل القرى وتوفير مئات الآلاف من السكن الاجتماعي الملائم وانشاء شبكات الطرق والكبار والأنفاق والعمل على زيادة الانتاج المحلي من خلال استثاح أراضي زراعية جديدة وانشاء السواب الزراعية وبالتالي تخفيض الأسعار وزيادة الصادرات بما ينعكس بالنفع على المواطن المصري مشاهدين الكرام أهلا بكم مجددا مرتين برحب ضيف الأسود الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إقدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي دكتور أيمن بداية كل المؤسسات الدولية وكل المعنيين بالاقتصاد بيؤكدوا أن بداية التنمية وبداية وجود خطوة حقيقية في الاقتصاد المصري هي إجراءات نوفمبر 2016 الإصلاح الاقتصادي والقرار الجريء الذي اتخذه السيدة الرئيسة للفتاح السيسي والتي تقبله المصريون بكل طيب خاطرية أكيد يا فندم هو بداية زي ما سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله وربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم فيجب أن نتوجه الحياة بالاعتراف والعرفان لسيدة الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي الرجل الذي حمل رأسه على كفه من أجل هذا الوطن وأنقذ مصر في فترة بلغة الصعوب وفترة بلغة الدقة ثم بدأ بعد ذلك بقيادة الجيش والشعب في بناء الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة التي تنبني على ثلاث أسس رئيسية أساس الأول هو الأخذ بأسباب القوة الشاملة عسكريا اقتصاديا سياسيا الأساس الثاني هو التنمية المستدامة والأساس الثالث هو العدالة الاجتماعية لتخفيف أثار الأصلاح الاقتصادي رسالة تتكلمت عنه أصلاح القوة دي كان مهمة جدا وكان لاغن عنه لأنه احنا وصلنا في وقت ما أنه الاحتياطيات النقد الأجنبي كانت تقريبا حوالي 17 مليار دولار وده أولاد جدا بالنسبة للبلد زي مصر ما كانتش بكاف يمكن من شهرين لتراتة استيراد فكان لو حصل أي أزمة كانت تبقى مشكلة كان لازم يحصل تعوين من الجنيه المصري كان لازم يحصل أن الجنيه يتبع بسعره الحقيقي بدون زيادة أو نقصان عشان أضمن أولا توفر العملة الصعبة بسعرها العادل في أي وقت يبدأ يبقى عندي استثمار أجنبي المشتفى ما يعرف أنه يقدر يخرج من السوق في أي وقت بالسعر العادل للجنيه المصري أو للدولار كان لازم أن أنا أقلل عجز الموازنة كان لازم أرشد الدعم أوصل الدعم المستحقي عشان بعد كده أبدأ يبقى عندي فائض وإحنا قريجي عملنا فائض أولي فائض أولي اللي هو يراد مأس النفقات بدون النظر إلى خدمة الدين يبقى عندي فائض أولي أقدر منه أن أنا أبدأ أصرف على الخاتمات الاجتماعية أوصلها لمستحقية خليني دكتور أيمن هنا أتكلم على الدولة المصرية ومعدلات النموم التي حدثت كنا نتكلم قبل جائحة كورونا قبل 2019 كنا وصلنا إلى تقريبا إلى 65% مع جائحة كورونا استطاع الاقتصاد المصري أن يحقق معدلات ليست هي المطلوبة ولكن نحن نتحدث عن جائحة تمن فيها غلق لمعظم دول العالم حتى الكبرى يعني ويجبت الدولة المصرية أن تحقق يعني نمو 2 و 3 من 10 في الربع الأخير من 2021 دولة المصرية تقريبا عادت المعدل الأول وفي أمل أن يزيد هذا المعدل الأسباب إيه اللي حصل رغم هذين الجائحات والله مصر من الدول الأوليرة اللي استطاعت تحقيق معدلات نمو موجبة في 2020 عام الجائحة عندنا دول كبيرة جدا في تركيا 2-4.5% الهند نقص 3-8% جنوب أفريقيا نقص 7-7% مصر استطاعت تحقيق من 2-3.5% ده في عام الجائحة طبعا ده كان الأسباب كتير قوي أهمها المشروعات القومية العاملة قال السيادة الرئيس أم بيها من أول العصمة الإدريال هتكلم على المشروعات العملاقة لأن برضو فيه 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 ناس برضو يعني بيبقى فيه نظرة كده يعني إزاي فيه جائحة وفي نفس الوقت الدولة المصرية زي ما حددك أشرت استطاعت أن تقوم بالعديد من المشروعات العملاقة لا أحد يقدر ينكر البنية التحتية القوية عندما نتحدث عن اقتصاد دولة لابد من نجول بنية تحتية كان عندنا أزمة في الطاقة لأن دولة المصرية تصدر الطاقة كان عندنا مشكلة في الطرق والكباري واواء لأن عندنا عادة تأهيل للطرق القادمة وطرق إزاي دولة المصرية إدلت في ظل هذه الجائحة وظل هذه الأزمة العالمية أن تحقق بنية تحتية اقتصادية قوية والله يا فندم هي الفريضة الغائبة الحقيقة في الجهاز الإعلامي واحد يتكلم بصراحة أنه ما فيش إشادة كافية إزاي بس فريضة غائبة إزاي كل إزاي طبعا لا 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 كل القنوات بتتكلم ده دور القنوات بتتكلم وكمان إحنا حتى كبناء دمين عايشين المسألة دي إحنا بننش على طرق البتاع دور الهيئة الهندسية للقوة المسلحة الحقيقة في إدارة عملية البناء الدور الحازم اللي عمل بيه ده بيفكرني بدور الفريق أول محمد فوزي ودور الفريق الشهيد عبد المنع مرياض في إعادة بناء القوات المسلحة بعد هزيمة 67 وأثناء حرب الاستنظاف تمهيدا لعبور 6 أكتوبر معدلات الإنجاز كانت غير مسبوقة الحقيقة بإدارة الهيئة الهندسية وده الشركات حتى استفادت منها الشركة اللي كان زيان بتحقق مليون جنيه مثلا حجم عمل في السنة النهاردة لما الهيئة الهندسية بتحط لها معايير صارمة أو معايير طموحة جدا بتحقق 2.3 مليون جنيه في السنة في أربحة رزيز ده اللي خلى أنه عندي معدلات إنجاز عالية جدا للمشروعات القومية في 2020 وده كان القطاع الدفع لإقتصاد المصري لأن القطاع الإنشئات هو قطاع دفع لإقتصاد بمعنى أنه عندي حاجة اسمها التأثير المضاعف إيه التأثير المضاعف سيادتك لما بتحط جنيه واحد في الإنشئات سيادتك بتتفعل شركة مقاولات أو مثلا مصنع مقاولة بونة الناس بتأخذ الفلوس وبتصرف بتتسع أجول العمال والعمال بيأخذ نتكلم بقى على طوب مصنع طوب وأسمنت وحديد وخشب وانجارة وأمور كثيرة يعني ده اللي اسمه التأثير المضاعف وده اللي تتكلم عنه زمان قوي الاقتصادي الإنجليزي جون مينارد كينز ساعة 1936 وهو ده اللي خرج الوقات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا من فترة الكساد الكبير في التلاتينات صرف الدولة على مشروعات البنية التحتية وده بعد كده بيعمل بنية بنية أساسية لدعم لإنتاج بعد كده تمام خليني فيه ملفات هامة يعني الدولة المصرية دخلت فيها بكل قوة يعني ويمكن هكلم على ملف الصحة ملف الصحة اللي بيهن كل المصريين الصحة والتعليم يعني خلينا نكلم في الصحة التجربة المصرية في محاربة فيروس C ولسه وهقول كل ما أكلم عن هذا على هذا الفيروس العيني يعني ما كانت فيه بيت في مصر إلا ما كان فيه حد مصاب ولو مش في البيت يبقى جار ولو مش جار يبقى قريب أو صديق استطعت الدولة المصرية بتجربة فريدة أن تقضي على هذا الوباء ومش أعيز أقول أن التجربة المصرية أصبحت مصار يعني إعجاب لكل الدول وخاصة في قارة إفريقيا فيروس C مئة مليون صحة العادات المتنقلة الكشف المبكر عن الأوران بالنسبة للسيدات يعني ملف الصحة في عهد السيد الرئيسة فتاح السيسي كان فيه زخم كبير جدا جدا بالضبط هو الإصلاح القصادي لما سيادتك بتوفر من الهدر اللي كان موجود كان عندي هدر كبير جدا في الموازنة العامة للدولة يعني مثلا هدي سيادتك مثال الهدر فيه منظومة دعم العيش كانت بتساوي حوالي 2 مليار جنيه سنويا شهريا ناسف يعني في السنة حوالي 48 مليار جنيه سيادتك لما تزبط الدعم لما تزبط هذه المنظومة توصل الدعم المستحقية رشد الدعم هيبقى عندك فائد الفائد ده هو اللي توجه إلى دعم الصحة دعم التعليم النهاردة بنتكلم على مشروع تكافر وكرامة هتكلم على تكافر وكرامة اللي تخلق ملاف الصحة في متن لون صحة توفير الكشف المجاني لكل المصريين شفنا عيادات متنقلة شفنا مراكز متخصصة للكشف بدون مقابل نعم هو ده حقيقي واللي شفناه أكتر من كده إنه صندوق طحية مصر الحقيقة اللي بدور مهم جداً فيه أولاً فيه دعم الوحدات الصحية الريفية دعم المستشفيات في المناطق النقي مثلاً زي مستشفى العريش ساهم فيه مشروع 100 مليون صحة ساهم فيه عملية الكشف المبكر عن الأمراض ساهم فيه علاج ويروسي التجربة المصرية الحقيقة فيه بذلك تجربة 100 مليون صحة أو القضاء على فيروسي أتكلم عنها حتى برنامج الأمم المتحدة أتكلم عنها مؤسسات التمويل الدولية زي البنك الدولي وصندوق النقر الدولي وكانت مصار إشادة لأنه هو ده ده التنمية البشرية اللي هو أساس التنمية المستدامة بالتأكيد بالتأكيد خلال نطلع تقرير بعد هذا التقرير برضو لسه أكلم فيه مسألة يعني قطاع الصحة وطبعاً قطاع الصحة لو كلمنا على حياة كريمة هو يعني في نهاية حلقتنا لكن بعد قطاع الصحة أتكلم على ملف التعليم والمبادرة يعني التي أطلقت سيد الرئيسة فتح السيسي بمزومين قرارات خاصة بتعيين معلمين وكمان مسألة زيادة الأجور بعد هذا التقرير فابقوا معنا تعمل الدولة بشكل دؤوب على توفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف مجالات الحياة وفي هذا الإطار سيشهد مشروع موزنة العام المالي 2022-23 انفاقاً بشكل أكبر على تحسين حياة المواطن وتيسير سبل العيش الكريم تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية حيث من المستهدف تحقيق معدل نمو 5.7% من النتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل وتأتي الأولوية في الجمهورية الجديدة للبرامج الفعالة في قطعي الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتعزيز دعام الاستثمار في رأس المال البشري إضافة إلى تعظيم الجهود التنموية بمختلف المجالات والتوسع في الاستثمارات العامة بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الأساسية من خلال المضي في استكمال تنفيذ أطخم مشروع في تاريخ مصر لتنمية الريف حياة كريمة والارتقاء بمستوى معيشة 60% من المصريين على نحو يؤدي إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي بشكل عادل وشامل ومستدام وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة مع الاستمرار في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتصبح أكثر استهدافا للطبقات الأشد فقرا ويسهدف مشروع موازنة العام المالي الجديد المضي قدما في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي في ضل جائحة كورونا من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في شتى المجالات على نحو يسهم في دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي ويساعد في توطين الصناعة وزيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي وتحفيز التصدير بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية والتوصف في استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة كذلك يستهدف مشروع الموازنة الجديدة تقليل نسبة خدمة الدين الإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021-2022 وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلا من 3.4 سنة حاليا من خلال التوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة والسهداف أدوات جديدة متى السكوك وسندات التنمية المستدامة وسندات الخضراء بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية على نحو يساعد في خفض تكلفة الدين مشاهدين الكرام أهلا بكم مجددا قبل ما نتكلم بس على ملف التعليم باعتباره من الملفات الهمة الموازنة العامة للدولة ومسالة حجز الموازنة برضا سأضح لسادة المشاهدين إيه اللي حصل في الموازنة العامة للدولة المصرية بعد القرارات الاقتصادية وبعد هذا الكم من المشروعات العملاقة التي تمت على الأرض المصرية والله يا فندم بخصوص الموازنة العامة للدولة وعلاقتها بالمشروعات القومية الكبرى احنا لازم نفرق بين حاجتين أولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتقليل عجز الموازنة ده من ناحية ترشيد الدعم استيداع حول الدولة والموارد المالية اللي تم توفرها للمشروعات القومية دي جزء كبير منها على فكرة كان من حصيلة بيع الأراضي ومن التعاقدات ومن القطاع الخاص وليس من القطاع العام يعني مثلا العصمة الإدرية الجديدة اتكلفت في المرحلة الأولى 800 مليار جنيه لم تتحمل منها الدولة شيء ولكن ده كان من حصيلة التعاقدات وحصيلة بيع الأراضي والمنشآت والتعاقدات اللي بتتم في العصمة الإدرية الجديدة كذلك مدنت العالمين الجديدة فيمكن الدولة تحملت مثلا تكلفة الطرق احنا بنتكلم من احنا يقول بين التحتية طرق الكهرباء الميار نعم اضافنا برنامج الطرق المصري اضاف 7000 كيلومتر الى شبكة الطرق المصرية وصل بيها لحوالي 30 ألف كيلومتر وده اللي حسن يعني تصنيف مصر في التنافسية الدولية الخاصة بالطرق من حوالي 118 عالميا ارتفعت 28 عالميا يعني بتتكلم سيارتك في 90 90 يعني 90 مركز ده كان كان في بحر 6 او 7 سنوات بالنسبة لاجراءات ترشيد الدعم وتقل عجز الموازنة الحقيقة كان لها شقين الشق الاول زيادة الارادات استداءة الدولة في الضرائب في الرسوم ده من ناحية من ناحية التانية ترشيد الدعم ايصال الدعم المستحقي لانه ما ينفعش انه في سنة مثلا في سنة من السنين يبقى عندي 48 مليار جنيه دعم الخبز مهضر ما ينفعش يبقى عندي الدورة بتدعم بازين 95 اللي هو لا صفارات ونس اتوين فالاجراءات انتوا مع بعض قدوا ان انا وراني يبقى عندي فائد اولي فائد اولي ده اللي هو انه الاراد نقص المصروفات ده يبقى بالمجب تاني حاجة تقليل العجز الكلي تقليل العجز الكلي احنا نتكلم كان حوالي اكتر من 13 الى 14% قبل 2013 2021 وصل الى اهل من 7% مستهدف بعد كده بتتكلم سيارتك خمسة وسبعة من عشر في المية ده المستهدف في السنوات القادمة يعني بتتكلم كده سيارتك قللته بحوالي النص ده اللي بمكن الدولة بقى من ان هي تصرف بشكل عملي وتصرف بشكل جاد على المحدود الداخل اتكلم بقى هنا على ملف التعليم وقرات سيد السيد الرئيس عفتاح السيسي بتعيين 30 الف معلم سنويا لمدة 5 سنوات 150 الف والعلوات التي اقرها لمحدود الداخل والعاملين بجهاز الدولة كيف يمكن ان تؤثر هذه القرارات في المستهدف معنشة الافراد حتى هنا والله قرات تعيدي لها اكتر من شق ولها اكتر من تأثير التأثير الاول هو تأثير مباشر انه انا بعين 30 الف واحد بقل البطالة بحسن من نسبة المدرسين للطلبة بقل الكسافة الطلبة بنسبة لمدرسين وكسافة الفصول طبعا لانه بتوسع النهاردة في عملية بناء المدارس فده تأثير مباشر تأثير غير مباشر هو انه كل مسيادتك تزود التشغيل ده بينعكس بالايجاب على قطاع بشكل عام لانه الناس كلها دي بتاخد فلوس تبدأ تصرف منها تصرف بقى في الاكل في الشرب في الخدمات في المواصلات فكل الدولة بتستفيد فهي لها تأثيرين الحقيقة وده برضو قراءة سيد الرئيس بزيادة الحد الأدنى لأجور الحكومية من 2400 ل2700 جنيه 300 جنيه ده لما ستكت تضربهم في عدد موظفي الدولة وتشوف بقى بيلفه كم مرة في المقصد طبعا مليارات وبالتأثير المضاعف اللي احنا لسا بنتكلم عنه ده بيزيد من الطلب على السرع والخدمات بيعمل توازن فوى شرائية وفي استهلاك وفي انتاج بيحصل لمواكبة الاستهلاك ده والحركة بتبقى أكتر بالتأكيد خلينا أكلم هنا على مسألة هامة جدا هو مسألة تطوير العشوائيات والمناطق الغير آمنة وما قامت به الدولة المنصرية من جهود جبارة فعلا احنا بنتكلم في فترة قليلة جدا استطاعت الدولة المصرية ان تنشي 14 مدينة جديدة بنتكلم تقريبا على 350 ألف وحدة سكنية تم انشاءها لأهالين اللي كانوا موجودين في المناطق العشوائية هذا الملف كان ملف يعني يؤرق الدولة المصرية فعز ما تلاقي مكان في وسط القاهرة وما تلاقي مسلس مزفير بصو عنطقة عشوائية في وسط القاهرة وفي محافظات كثيرة مسئلة العشوائيات على أطراف القاهرة أيضا يعني كيف استطعت الدولة المصرية ان تقوم بهذا الملف وان تقوم بهذه الانشاءات الكبيرة في النهاية لتحسين حال المواطن بالتوقف والله الدولة وضعت خطة طموحة للقضاء عن عشوائيات وتطويرها من أول بناء هذه الأسمرات لغاية بناء يمكن أكتر من 20 مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية الجيل الرابع لأشان الناس تلافهمها هي انه احنا تجربتنا قديمة مع المدن الجديدة من أول زمان مدينة 15 مايو ومدينة العشو من رمضان دي كانت الجيل الأول بعدها الجيل الثاني في الثالث في الرابع الرابع ده اللي هو أكثر تطورا بخصوص الخدمات وبخصوص التخطيط لغاية تطوير مثلا منطقة غيط العنب في اسكندرية لغاية بناء مثلا أو إنشاء مصر وبحر البقر وبالتالي أكبر محط التحليق بزة بزة يعني تحسين حياة كل الناس اللي هم على هذا المصرف بعد مكان ده مكان للتلوث ومصدر ومصدر للتلوث أصبح النهاردة عملت عليه محطة التحليق بتروي أكثر من 300 ألف فدان من 300 ل400 ألف فدان في شئ بجازية السيناء الحقيقة كل هذه الجهود زي ما قلنا هي لها تأثير بشكل مباشر على الناس اللي هم بيقبضوا الفلوس بتاعت تنفيذ هذه المشروعات وبشكل غير مباشر على بالاقتصاد الكل زيادة الطلب على الساعة والخدمات وعملية يعني إيجاد حركة في السوق تمام هنا برضو عايزة أتكلم يعني وأنا بتكلم على الحركة في السوق أتكلم برضو على الدولة المصرية وما قامت بيه في مجال هام جدا هو مجال الزراعة إحنا بنتكلم على الدلتة الجديدة مستقبل مصر بنتكلم على مليون ونص فدان بنتكلم على 100 ألف صوبة زراعية بنتكلم على مشروعات زراعية كبيرة جدا والتعويض بالتأكيد لما حدث بعد 11 يناير من تعدي على الأراضي الزراعية بشكل فج يعني بنتكلم على أراضي من أجوى الأراضي الزراعية سواء في الدلتة أو في مناطق أخرى يعني هنا برضو أعز أقول في حس جائحة كورونا دكتور دكتور أيمن كانت الصورة اللي بتجي من الخارج تحس أن فيه عجز فيه السلعة اللي هي السلعة العادية اللي هي بتاع كل يوم يعني الدلتة المنصولة لم تتأثر بذلك بل بالعكس في حس زل جائحة كورونا الدلتة المنصولة كانت تتصدر الدول في تصدير الموالح لليابان والدول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تأثير هذه المشروعات المشروعات الزراعية في أولا سد الحاجة داخليا ومسألة التصدير وتأثير على الاقتصاد بالله والله هو زي ما قلنا من الأسس الفكرية للجمهورية الجديدة هي الأخذ بأسباب القوة الشاملة سواء عسكريا زي ما قلنا أو سياسيا أو اقتصاديا اقتصاديا من الكلام زراعيا صناعيا اقتفاء ذاتي تقليل الاستيراد ذات التشغيل أنا عندي النهاردة مشروع المليون ونصف فدان لسياد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحياة مهتم جدا به مساعد ما تولى هذا المشروع الناس مش فهمة أنه أكتر من 88% من المياه اللي هيشتغل عليها هي مياه جوفية بعيدة عن نهر النيل وأزمة المياه وفكرة توفير المياه لا ده أنا بشتغل على مياه جوفية بعظم استخدام مواد طبيعية زراعة مليون ونصف فدان ببدأ أن أنا أحقق اكتفاء ذاتي وبرضو هنا أنا لا يسعني سوى أن أذكر أن القوات المسلحة بتزرع لوحدها جهاز الخدمة الوطنية حوالي 40 ألف فدان في منطقة شرق لوينات بتنتج منها حوالي 78 ألف طن أمح سنوية بيتم توردها بالكامل إلى هيئة السلع التموينية لدعم محدود الدخل ده برضو بالشيء يوسكري بالنسبة للنهضة الزراعية هي رحية نهضة زراعية غير مسبوقة من أول مشروعات تحليط المياه تحليط المياه مثلا مصر البحر البقر اللي ذكرناها لغاية مشروعات ترشيد استخدام المياه مشروع تبطين الترع مشروع تبطين الترع الناس ما خدتش بألها أنه هذا المشروع لا لا أتكلم أتكلم في حيات كريمة وفي تبطين الترع لأنه من الموضوعات الهامة جدا لكن هستكمل برضو موضوع الزراع في الدولة المصرية وزي الدولة المصرية استطاعت خلال جائحة كورونا أن تحافظ على السوق وكمانا هتحافظ على الأسعار يعني شفنا أسعار بعض السلح حتى تدنت بدرجة كبيرة جدا لدرجة المشروعات زي التناطم مثلا اثنين جنيه ثلاثة جنيه واربعة جنيه تظل هذا الإغلاق الذي حدث في العالم خلنا نتلع تقريب بعد هذا التقريب هنستكمل رؤية الملف الهام هو مسألة الزراع كمانا والصناعة التي يمكن أن تقام على زراعات مصرية خاصة أن الدولة المصرية تنشد خلال المرحلة القادمة أن تكون دولة لها باع في مجال الصناعة فابقوا معنا منذ العام 2014 انخرطت مصر في برامج إصلاح بمنطق جديد يزبو فعليا إلى جعل التنمية الاجتماعية مدخلا للإصلاحات السياسية والاقتصادية وهكذا أطلقت الدولة العديد من المبادرات الصحية والاجتماعية ومؤخرا رفع الحد الأدنى للأجور وغيرها من المبادرات لتحسين حياة المواطنين قادرة الماءة تساعد المواطن من خلال ضدرة الأقاسية حياة كريمة طبعا من ضدرة تكون الدبعة من 4-3-3-200 قرر لتنمية 250 مليون مواطن من خلال تحسين العديد من الخدمات في الخرى منها سرق السحين المشروعات المشروعات صغيرة لفلحين قلود مبسرة عديد من المشروعات لأقلمة الفلحين في الخرى خطور الكرة والراسل من ضدرة حقائق مجاحة جدا مجاحة في خض الغطالة من 14-12 دعوة الكرة وشديها العديد من الدول تركزت مشروعات مبادرة حياة كريمة على برامج النهوض بالصحة والتعليم وتحسين جودة مياه الشرب ومد شبكات الصرف الصحي والطرق ومراكز التكنولوجيا الحديثة ودعم المشروعات المدرة للدخل وغيرها من المشروعات والخدمات التي تحسن جودة الحياة وكانت الأولوية بالطبع للمناطق الأكثر احتياجاً احترال دولة متعدد ومتشاهد بالنسبة المواطن وهي حريصة كلها الحجص على أن المواطن المصري في المكان اللائق والمنزلة التي تناسب هذا المواطن الذي ضحى كثيراً من أجل أن يعيش حياة سعيدة حياة مليئة بالأمل حياة مليئة بالتفاول حياة مليئة بالمهضة حياة مليئة بالاقتصاد القوي حياة توفر له والأبناء من بعد مجالاً محطة جميع المستثمرين في كثير من دول العالم وأعتقد أن مصر قدمت الكثير وكثير في هذا المجال ولا تزال ويالما زالك محدود والداخل محدود الداخل أصبح الآن لهم مكانة في الدولة من اهتمام صحي واهتمام تعليم واهتمام بيئي واهتمام في كل المجالات استراتيجية وطنية تهدف إلى إرساء دعاء مجتمع متضامن ينعم فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقاومات العيش الكريم موسيقى 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 مشاهدين الكرام مهلاً بكم جدداً ملف الزراعة وغاية أطلب من ملف الزراعة خش في مسألة الصناعة يعني الدولة المصرية تنشد أن يكون هناك يعني صناعة مصرية يعني ويمكن حتى قبل الجائحة كنا بنكلم على أهمية صناعة في مصر وأهمية الصناعة المصرية النهاردة بنكلم على مناطق صناعية خاصة يعني بنكلم على الأساس في دمياط روبيكي جلود وبنكلم على كمان فكرة إنشاء مدينة خاصة والدهب نعم يعني أهمية هذه المناطق الصناعية فيه رفع من قيمة الاقتصاد القومي والصناعة نفسه والله هلأستاذ الدكتور هالا السعيد في هذا المقام الحقيقي مساعد ما تولت ومسكت حقيبة التخطيط وهي بتنشط التخطيط العلمي لأنه طبعا كأستاذة الاقتصاد فرؤية مصر 2030 نهاردة دخل فيها حاجة مهمة جدا وهي تعميق المنتج المصري وتعميق التشابكات تعميق المنتج المصري يعني يعني أنا نهاردة لو عندي منتج مثلا زي العربيات مثلا الجزء المحلي منه يساوي مثلا 40% 60% منه مستورد 40% ده بيبقى الإزاز بيبقى العفش الداخلي مثلا اللي هو الكراسي البلاستيك البطاريات الكلام ده لا ده أنا عايز أطلع من 40% بقى 50% 60% 70% وبعدين حتى 40% مش عايزها تبقى جزء جيد منها مستورد لا يعني مثلا البطاريات أنا مش هعتبر البطارية كلها لو هي بتنتج محلية مش هعتبرها محلية لأنها فيها جزء مستورد فبنحاول نعمق المنتج المحلي يعني نزود نزود النسبة نزود النسبة المحلية نزود نسبة المكون المحلي في المنتج ده بيبقى له أكتر من تأثير أولا طبعا تخفيف الضغط على العمرة الصعبة تقليل الاستيراد وبغنان عليه زيادة حصلت العمرة الصعبة وزيادة الريزروز أو الاحتياطيات الأجنبية وبعدين لما بقوي العمرة بتاعتي فبقلت ضخم بقلت لأنه أنا عادي جزء لأنها قيمة ورقية ليس ده بالضقيمة غير السلع والخدمات المقابلة لها بالضبط أنا بستور الجزء جديد لحد النهاردة من أساسيات حياتي فلازم أنه يبقى فيه استقرار في سعر الصرف استقرار في سعر الصرف بيجي عن طريق ذات التصدير وتقليل الاستيراد عن طريق تعميق المنتج المحلي زي ما بنقول فأصبح النهاردة جزء من التخطيط العلمي اللي قائم على فكرة كيف أصل إلى تعميق المنتج المحلي فمنتظر أنه في المرحلة القادمة الحقيقة بالذات مع مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعانيات الصغر مبادرة الخمسة في المئة مبادرة التمانية في المئة وإلزام البنك المركزي البنوك المحلية من أنها يبقى عندها خمسة وعشرين في المئة من المحفظة بتاعتها موجهة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتعانيات الصغر وعشر في المئة للمشروعات الصغيرة والمتعانيات الصغر يبقى أنا كده بدعم المنتج الصغير اللي هو أساس تعميق المنتج المحلي واللي هو بلدقى وسيط للصناعة الكبيرة بظهر خلينا أتكلم هنا برضو على المسؤولات الاجتماعية لرجال الأعمال والقطاع الخاص في هذه المرحلة في مصر وبرضو بالمناسبة أنت حدثتك قلت له حتى أثناء التعريض نتكلم حتى على انخفاض معدلات الفقر في مصر تبقى للتقارير الدولية منذ 2018 لأول مرة والله هو انخفاض معدل فقر في مصر ده كان إنجاز لأنه من سنة 93 ما شاهدناش سنتين واربعا فيه منخفاض لمعدل فقر يمكن يعني من تكلم سيادتك من حوالي 30 سنة من 2018 ل2020 معدل فقر انخفض من حوالي 32.5% يمكن وصل لـ 29.7% معدل الفقر المطقع انخفض من حوالي 6.2% إلى حوالي 4 يمكن 6.8% 4.5% تقريبا ده لأكتر من سبب أولا زي ما قلنا التنمية الاقتصادية الحمال الاجتماعية من ناحية والتنمية الاقتصادية من ناحية تانية والتمكين الاقتصادي النهاردة احنا ما بنعليكش مشكلة الفقر فقط بالدعم بالدعم النقدي او بالمشاعلات لكن أصبح عندي تمكين الاقتصادي أصبح عندي مبادرة مبادرة مثلا بترعاها وزارة طلب الاجتماعي بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وبالتعاون مع تمام سريعا مسألة المسؤولات الاجتماعية لرجال الأعمال في هذه الفترة بالذات والقطاع الخاصة والله في العالم كله احنا عندنا يعني فكرة المسؤولات الاجتماعية او المسؤولات المجتمعية للأعمال احنا في مصر موجود مسؤولية اجتماعية موجود تبرعات بيتبرعوا بسندوق التحية مصر موجود رجال أعمال بيعونوا مشروعات ولكن احنا يعني نعمل في المزيد اذا كان سيدة الرئيس تبرع بأكتر من يمكن نصف مرتبه ونصف املاكه للدولة واذا كان رجال الأعمال النهاردة بيشتكوا انه في نوع من يعني عند بعض الشرائح في المجتمع هناك مشاعر ليست مشاعر ودية او اتجاه رجال الأعمال فبنطمح في وجود دعم اكتر بنطمح في وجود انه رجال الأعمال يعملوا او اه فيعملوا اه اخصيص لمبادرات حتى للشباب الصغير او شباب الخريجين خاصة من الكليات المول العملية حتى يساعدون في المشروعات الصغيرة والمتوسط يبقى فيه صندوق خاص بوادي المشروعات لمساعدة شبابنا خليل ناخد اخر تقرير وبعد اخر تقرير هتكلم على المبادرة الاهم والاشمل حياة كريمة اربع تلاف وسبعمائة قرية ومركز يعني بيستفيدوا بهذه المبادرة بتكلفة سبعمائة مليار جنيه خليل نشوف تقرير وبعد اكتر استكمل يعني اخر جزء حلقتنا نعرض ببرنامج ملفات بهذه المبادرة اللي هتغير شكل بصر ان شاء الله خطت مصو خطوات مهمة على طريق تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لضمان مستوى معيشي مناسب لمحدود الدخل والفئات الاكثر احتياجا وما تجسد عبر توفير الكثير من فرص العمل وتأهيل العنصر البشري باعتباره الغاية والوسيلة في عملية التدمية الماتجية للمقرأة السيد الرئيس اللي هي سبع في المال المخاطبين بالقانون الخدمة المدنية و13 في المال المخاطبين دي حتى بتكلف الدولة 8 مليار بالاضافة لحافظ الإسانة بتكلف الدولة 18 مليار فدي هتبقى حاجة مباشرة للنوات بتحسين محدود الدخل تحسين الدخول لمحدود الدخل والطبق المتوسط فلازم يضبط أسوار فيه علاوة يبقى فيه ضبط أسوار عبر السنوات الأخيرة لم تتوقف الدولة عن إطلاق مبادرات التضامن من أجل محاربة الفقر باعتباره آفة اجتماعية تعوق مسيرة التقدم والتنمية احنا بنشوف كل الإصلاحات أيضاً لأعمال البنية التحتية اللي اتعملت خلال السبع سنوات كانت برضو بتخاطب محدود الدخل فيه بنية تحتية في الصحة بنية تحتية في التعليم بنية تحتية في الخدمات ده كله ساهم في توفير خدمة مناسبة بسعر مناسب للمحدود الدخل سواء في وحدات السكنية اللي انت شايفة النهاردة بقى في وحدات السكنية مبادرة سكن لكل مواطن ومبادرة البنك المركزي في دعم اللي هو التمويل العقاري على 30 سنة ومبادرات أخرى بتوفير مسكن بأسعار على 20 سنة دي كلها مبادرات ساهمت في تخفيف العباء عن كهر المواطن برامج اجتماعية تضع الإنسان في صلب الأولويات وتركز على منظومة قوية من القيم والمتمثلة أساساً في احترام كرامة الإنسان وتعزز في نفسه الشعور بالمواطنة شاهدين الكرام أهلا بكم مجددا دكتور أي من مبادرة حياة كريمة تلك المبادرة يعني لكل اللي بيؤكد انها سوف تغير من شكل الدولة المصرية نحن نتحدث 4700 قرية نعم والله هذه المبادرة أطلق سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي في يوم 2 يناير سنة 2019 الهدف منها هو مساعدة ورفع مستوى القرى الأكثر احتاجة في مصر وهذه الحياة تشتغل بأسلوب علمي بتخطيط يعني متدرج على ثلاث مراحل المرحلة الأولى سيادتك بالتعامل مع القرى اللي هي فيها نسبة فأر أكثر من 70% أو 70% فما أكثر المرحلة الثانية اللي هي نسبة الفأر من 50% لـ 70% المرحلة الثالثة نسبة فأر أهل من 50% احنا النهاردة في المرحلة الأولى وتعاملنا لحد الوقت مع حوالي 377 قرية يعني بنكلم حوالي 750 ألف أسرة حوالي من 3 إلى 3.5 مليون فرد استفادوا منها المبادرة لها أكثر من محور المحور الأول طبعا هي الخدمات خدمات البنية الأساسية من مياه نظيفة من غاز من طرق من يعني أصلح منازل اسكان المحور الثاني هي الخدمات الخدمات الأساسية زي الصحة والتعليم صحية جديدة ومجهزة نعم نعم وخدمات يعني ثقافية خدمات رياضية المحور الثالث هو الخدمات الاجتماعية التوعية رفع المستوى رفع مستوى الوعي عند المواطن تغطية الترع فقا نعم نعم تطين الترع وتطين الترع ده مشهور الحياة يعني مهمة جدا لأكتر من سبب أولا لأنه هو تلوث والعجز في المياه والمياه اللي كانت تتسرب وضغمون كثيرة يعني التلوث والعجز في المياه وأهم من كيه كمان أنه هو بيستهم على الحد من البلهارسية نعم لأنه البلهارسية القواقع بتعادتها بتبقى في الطين وفي الهيش اللي هو بيقعون في الترع فذي بيستهم في الحد من البلهارسية ليه أصلا كانت سبب بذكى السبب في فيرسي من ضمن برضو محاور مبادرة حياة كريمة هي التمكين الاقتصادي ودعم المرأة المعيلة وتوفير فرص عمل وتوفير قروض منصرة المرأة المعيلة حسنا نحن نتكلم على نسبة كبيرة من المرأة المعيلة كلام 30% لا 40% لا 50% الممن في نسبة كبيرة من سيدات المعيلات للأسر يعني دي نسبة مستهلة يعني بالضبط المرأة المعيلة حياة الدولة اهتمت بيها من خلال كذا مبادرة والنهاردة بتندمك هزير مبادرات مع مبادرة حياة كريمة اهتمت بيها الدولة من خلال مبادرة مستورة مثلا دي المبادرة لأطلاقات هزير تضامن الاجتماعي بالتعامل مع بنك ناصر الاجتماعي لتوفير تمويل من 4.000 لـ 20.000 جنيه في شكل أدوات وأدوات إنتاج للمرأة المعيلة في مبادرة فرصة مبادرة فرصة دي يعني للمرأة المعيلة يعني كافة الموطنين توفير فرص عمل وفرت حوالي 30.000 فرصة عمل وأكتر من 50.000 قرد ميسر للمرأة المعيلة من خلال مبادرة فرصة كل هي الحياة المجهودات قامت بيها الدولة المصرية لأنه من أول مرة من فترة طويلة جدا نلاقي أنه مجهود الدولة المصرية بيبقى في شكل فريق عمل ما بيبقاش وزر منعزل لا بقى في رؤسر بتجاهل الدولة المصرية فريق عمل يعني زي بظبط أركسترا بيقودها مايسترو واحد بتعذف لحن واحد وكل واحد عارف دوره وكل واحد بيتعاون مع الهائة الأخرى أو بيتعاون مع نورتنا دكتور عين الله خليسات كل شكر والتخبير لدعايفي الدكتور أيمن غنيم الأساس بكلية إدارة الأعمال الجامعة الأمريكية والخبير الاختصالي كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقة من برنامج ملفات والشكر لفريق أعمال الملفات لهذا اليوم رئيس تحرير وليد محمود والمخر الكبير متحة الزهير وشكر كل أستاذ المشاهدين على حسن المتابعة لكم دائما على خير إلى اللقاء